قالت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزيا الإدارة السابقة للمصرف صرفت 950 مليون دولار من الاحتياطات بالخارج عبر فرع مدينة بنغازي دون أوامر صرف أو تحويل صادرة عن وزارة المالية كاشفة عن إطفاء الدين العام وأضفت الإدارة في تقرير يغطي الفترة من بداية العام حتى 31 من أغسطس الماضي بالرجوع إلى السجلات والقيود لم نجد أوامر صرف أو تحويل صادرة عن وزارة المالية تقابل هذا المبلغ المذكور مؤكدة متابعتها هذا الملف وسابقة نفسحة الإدارة السابقة للمصرف في تقريرها لشهر يوليو الماضي عن تخصيص 1.75 مليار دولار من النقد الأجنبي بعام 2024 لمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة الشرقية وضيحة أن ما نفذ منها بلغ 950 مليون دولار وأكدت الإدارة الجديدة للمصرف في تقريرها إطفاء الدين العام المقيد في دفاتيرها حيث أصبح سفرا بينما يجرى اتخاذ القيود دفترية لازمة بالخصوص وأظهر التقرير الصادر عن الإدارة الجديدة تسجيل 66.72 مليار دينار كإرادات عامة و59.6 مليار كنفقات بفائض مالي قدره 7.1 مليار دينار وتوزعت الإرادات بواقع 56.3 مليار دينار للمبيعات النفطية و8.9 مليار كإتوات نفطية و471.3 مليون للجمارك وفي حين بلغت إرادات الاتصالات 125.5 مليون دينار وإرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 31.6 مليون بلغت قيمة الإرادات الأخرى 771.1 مليون واستحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 39.9 مليار دينار من النفقات البالغ 59.6 مليار بينما توزعت باقي النفقات على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية بواقع 5.3 مليار دينار والباب الثالث الخاص بالتنمية بنحو 4.7 مليار دينار والرابع الخاص بالدعم بتسعة فاصل 6 مليار دينار ولم يشر المصرف إلى تخصيص أي مبالغ للباب الخامس الخاص بالطورة